هذا الإفنت كتير كتير ضروري تعاون بين شركات الأعمارية ونادي سيدات الأعمال بيخلي ملتقى هذا يتعرفوا رجال أعمال على بعضهم خاصة أشياء الناس الجدد على البلد أو رجال أعمال اللي هنين بيكونوا صغار فرصة كتير جيدة إنه يلتقوا الناس مع بعضهم بيصير بزنس كتير منيح وكتير نحن شفنا شركات اندمجت مع بعضها وناس تعرفت على بعضها والناس عملت بزنس مع بعض بهيك ملتقيات أنا بشوفها شغلي كتير جدية وحلوة وعم تكتر به البلد أنا كخبير موضة فشغلي 90% نحن مع الصبايا نادي سيدات الأعمال هو أغلب أعضاؤه الغالبية العظم منه هو سيدات فأنا بشكل عام بتعامل أنا معهم بيعطيني بزنس كبير بيعطيني إطلال كبير على دول اللي هي فيه أعضاء للنادي ما شاء الله هنين عندهم 40 دولة بالعالم أنت ما بكون عندك علاقات مع 40 دولة عن طريق نادي سيدات الأعمال أنت فيك توصل إلى 40 دولة وأنت قاعد في دبي بتشكر قناة حواس فرصة صعيدة كتير أنا بساطة أنت طلعت معكم هاي أول مرة إن شاء الله بتكون دايما معكم هيك جمعات حلوة بتعرفنا على كل الناس إن شاء الله مشوفكم بالاجتماعات الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر